بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ان شاء الله في هذا المقطع نكمل محاضرات سلسلة الهيماتولوجي واليوم عندنا الميغالو بلاستينك أنيميا ما نسمى الميغالو بلاستينك أنيميا يعني الخلاقي هنا ستصير بأكس اللي شفناه بالإيران ديفيشنسي أنيميا بما كان ما تكون مايكروستيك هنا ستكون ماكروستيك ازيان، لماذا يصير الميغالو بلاستينك أنيميا؟ نعرف احنا الـ Vitamin B12 عند الـ Folic Acid لما يصير بهم ديفيشنسي ماذا يصير من الميغالو بلاستينك انيميا بس بعض الضبط اللي يصير وشنه الفكرة معالتها؟ هسنة نعرفه يقول أنه الميغالو بلاستينك الميغالو بلاستينك الميغالو بلاستينك ومهمة بلاستينك مهمة للـ B12 بحد ذاته فإذا عندي ديفيشنسي اثنين هم سوف تشاهدون بالنسبة ليسي انتينك فقط لا لازم اعني اثنين هم انطيهم اذا انطيت فقط فوليت شرح ستسوي راح ستسوي وارسنن للسار والسبتم راح ستسوي وارسنن للفيتامين ب12 ديفيشنزي تمام فلازم اعني شنو اكون اورينتد اذا عندي اثنين لا لازم اثنين هم انطيهم وليس فقط فوليك اسد او قبل انطي بعد شنو قلنا بوردن سبستريت المن للجنريشن اف اسنشال امانو اسد يهو المثيونين هذا المثيونين مهم انا راح نجيبه من فلاش يسمونه الهوموسيستين يعني هسانش عندي عندي فوليك اسد وفيتامين ب12 راح يسوون الهوموسيستين يحاولوا الى مثيونين شنو هذا المثيونين هذا اماين واسد مهم هذا مهم شنو بشنو راكشنو برويوس تتراهايدروفوليت ويس كونفيرتتو ثايميدين مونوفوسفيت بالنهاية هسان راح تشيبه كله شنو النهاية ماته يعني انا الفوليك اسد وفيتامين ب12 يحاولي الهوموسيستين للمثيونين على موضي يطيني الديان اي صحيح يعني انا همشي عندي الديان اي اذا عدي بهم ديفيشنسي يعني ما عندي ديان اي سينثيسس تمام زيان اي سؤال هل فقط البلد سيلز تحتوى على الديان اي طبعا لا كل البروء تحتوى على ديان اي يعني كل الخلايا اللي تحتاج من قسام وماتوريشن تحتوى على الديان اي يحتاج الديان اي سينثيس فاذا ماكو ديان اي سينثيس كلها ستوقف فرح نشوف اكم مشاكل بالبجانة بالسيربكس بالقن بالماث بالتنج كلها ستكون بالفيتامي ب troll alpha acid deficiency تمام زيان the end result is the cells كيف حيث سيكون؟ يعني النيوكلياس بعد ما تقدر النارسيل ما بعدها dna بس السيتو بلاسماك رح يكون نارما فش يسمى نيوكليوسىايتو بلاسماك السين Fehبت ميغالو بلاسطوسيس هان الزيانج رح نشوفها وين بالبوكالميوكوزي بالتونج بالتونج بالسيارفكس بالفرجانة عند اليوترس تمام شفتوا لين قابل بس الخلايا مات في الدم بيهن لا طبعا كل الخلايا تحتوي على DNA وتحتاجها بالموتوريشن The high proliferation rate of bone marrow فالبولمارش رايش سوى high proliferation result in شنو streaking change in the hematoboietic system in megaloblastik anemia هنا شنو احنا نعرف وهسراح تشوفون خاصة بالهوموليتك دزيز هنا لما يطلع البلد سيلز زيان حسنا ما عندي بلد سيلز ليش؟ لانه حسنا عندي مثلا فوريك اسيد أو فيتامي B12 deficiency فهذا عندي megaloblastik يعني الخلية الحمراء الريد سيلز مو طبيعية فبالتالي هل الجسم حيصير عندي الترانسبورت أوكسجين للتشو يصير نورمال لا طبعا لانه ما عندي خلايا طبيعية خلايا ما عندي فبالتالي حيطب الخلايا بالstate of hypoxia هذه هي 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 اللي تسوي الترانسبورت للبون مرو تقول له يا بأي البون مرو فاني ما عندي اكسجين يصل لها بشكل صحيح فاني احتاجك تسوي لشنو سوي لربي سي هو شمدري البون مرو أو شمدري التشو انه عدة فوريك اسيد ديفيشينسي أو فيتامي بيت ما يدري فراح يحفزه فالبون شيصير هايبر سيرولارتي لذا اني عندي ابنرمالتي فاش رح يقوم يسوي هايقوم يطلع لي اكثر ابنرمال سيلسي هو شمد فكرة مالتي انه انه يطلع ابنرمال سيلسي تمام؟ حتى شنو حصل الادكويت مينتنسي للبون مرو بس هنا انا ما يدري انه عنده ديفيشينسي فبالتالي شرح يصير هايبر سيلولار بون مرو وهذا بالنهاي شي سوي لي يسوي لي سيلسي تصبح خلايا كبار الخلايا كبار صعب انه تنفرز من البون مرو حتى تتجمع بالبون مرو وراح تموت فصير بداخل البون مرو البون مرو هذا قبل يحتوي بس رد سيل لا يحتوي على بليتلت يحتوي على وايت بيسي غير يطلحني صنحن فهنا لما يكثرا تظن الابنرمال وهناه بس ابنرمال ابنرمال وكبار فياخذ المساحة شبيرة فبالتالي ممكن هذا الشخص يصبح عند بليتلتلتشن يصبح عند بليتلتشن أو أصلا الفورميشن ما تهم يكون ابنرمال فبالتالي ممكن يجينا هذا الشخص بانسايتو بينه الحد ما يجمع بالبون مرو فيضطر البون مرو انه يطلح بالبروفيرل فبالبروفيرل بلوب اسميرش رح يشوفنا ورح نسميها ميغاد ورح نسميها ماكروستيك اللي هو أكثر من 120 تمام؟ فبالتالي رح نشوفها جيد فبعد شنو عندي ها من يصر عندي هيمولاسيس بالداخل سرح ناخد شيء بالهيموليتك عنينية انه أنا ميصر عندي هيموليتك اخلي بالي انه البليروبين سيزيد عندي اخلي بالي انه الـ LDH سيزيد عندي اخلي بالي اشياءات ثانية بس لدي من أهم الاشياء وبعد شنو عندي الـ Iron الـ Iron star هنا سيزيد عندي سيزيد سيزيد لماذا؟ لانه الـ Iron هذا الشخص دياكل وما عنده مشاكل كل الـ Causes of Iron Deficient اللي حتينوهن هذا ما عنده فالـ Iron اللي دايدخل الجسم طبيعي فيحتاج شنو هاس الـ Iron يصنع من عنده RBC زيان ما هو هاي الـ RBC ما تتصنع بشكل صحيح وتتكسر من وقت فالـ Iron الموجود بهاي الـ RBC هينفرز مولعده واشان يصير عندنا مثلا الـ LDH يزيد أو الـ RBC يزيد وتمان فالـ Iron همين راح يزيد فالـ Iron ستوري هنا حيزيد لو حيقول حيزيد لانه دا ياخذ من الأكل ودا يتكسر الـ RBC فبالتاع شنو دا يزيد كل الزيان زيان نجي نكمل بإذن صحيح هذه الإنترنت بحاجة موليسة وهذه موليسة موليسة الزيان الموضوع موليسة 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 تقديم جميع الزيان ولكن ولا حيزة موليسة لماذا أعطي الارتكولوصيد؟ لأن الآن أصلاً لا أقعد أن أصل إلى مرحلة الارتكولوصيد ما قلنا بالأيران ديشنسي؟ لا أقعد أن أصل إلى هذه المرحلة لأنه هي نورمال دفلوبمنت أوف ذا سيل فبالتالي نحن مثلاً بالهيموليتك أنيمي بالهيموليتك أنيمي ما الذي يصر أدي؟ مثلاً يصر عندي ديستركشن أوتسايد ذا بادي أي سعلاً أصد بونمر موو ذا بادي يصر عندي ديستركشن أيسبة من الأسباب مثلاً الثلاثيمية سيكول سيل إلى آخره عندما يتكسر سيصر هايبوكسيك ستايد فبالتالي حافظ البونمرون يسوي هايبر سيلولا فمن يشتغل البونمرون بسرعة بسرعة سيفطر شيء يسويه ليس ما يوصل للفول ماتريشن الذي يطلع الار بيسي لا وهو يوصل مرحلة الارتكولوصيد يطلع فراح نشوف بالانفستيجيشن أو في موليتك أنيميوم راح نقول رتكولوصيدوسيز راح تكون عالي عدي تمام؟ مزيلاً ليش؟ لاني أصلاً السيكوينس الفورميشن والديولوبمنت والماتريشن ماتي السيل طبيعية فبالتالي من يوص وهو عنده هيموليسيز فهذه الارتكولوصيد راح يفرزها وهي النورمال اللي وصلت الارتكولوصيد أطلع الارتكولوصيد واللي بعد الارتكولوصيد أطلع الارتكولوصيد ليش؟ لاندي يصر عندي ديستركشن والتشو دايحفزني حتى أصليع فاني احتاج فاتشي سريع فهي المعمل من يقوم احتاجه سريع يطلع له كم شغلة مو تبيعية مزيلاً بالميغالوبلاستيك لا يعني أصلاً الفورميشن والماتريشن والديولوبمنت مو صحيح مو هاي برسيلة بس ما يوصل لمرحات الارتكولوصيد فراح تشوفون من أني أعوض الفوليات ديفيشنسي من أعوض الواتمين بي 12 ديفيشنسي ويطلع يرجع لي للنورمال ديفلوبمنت للنورمال موتوريشن وهو هاي برسيلولر فراح نشوف فترة التريتمينت هيزيد حيصي عنده فهاي good sign يعني أوكي هذا الشخص ده يتعالج صحيح وراها طبعا رتكولوصيد اكيد ماريد أبقيها عالي لا ترجع للنورمال اللي هو أقل من 1% تمام فهمنا؟ ننزل جيد اماتIST موجودنا للهيتمال ؟ حسابة عملاء يوجد مجرس institutional إذا كانت immature Granulocyte break your surface يسموه Giant Metamylocyte هذا كانت immature ويسموه Giant Metamylocyte إذا كانت immature يكون عبر يكون Sausal shape والlarge Sausal shape Nucleus هل يمكنك في المنطقة يكون Sausal shape الأهم من هذا الذي سأرى ومهم ويسموه بالتصوص يسأل هذا مغالبلاسك جميع الأسل بالتصوص نيوتروفل ويقف بها خلائية 6 أو نيوتروفل ما هي مطبيعية بالنيوتروفل يعني لأننا من نيوتروفل ما يحدث بانسايتوبينيا 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 على الوصف بانسايتوبينيا ويقف بجدد الفيتامين با 12 الفيتامين با 12 يوجد بي وحدة ولكن لا يحدث بالفعلية ما هو الـ نيورولوجيكال سانو سيبتوم ليه شو نيورولوجيكال سانو سيبتوم شوفوا هاي حتي اللي ردي يكتبها الفيتامين با 12 يحوّلنه المثايل مالونيل كوي خلي اكتبه المثايل مالونيل مالونيل إن شاء الله صحيح كوي هاذي يحول ليه يحول ليه على شنو فالشي سمناه سكس نايل كوي سكس كوي اذا ما تحول هاذا ما تحول المثايل مالونيل كوي لا ما يتحول هاذا راح يتجمع راح يزيد لما يزيد شي سويلي يجعل المالينشيث يدمرها تقيقة المالينشيث نتذكرها اخذناها بالنيورو منو يدمر المالينشيث اذا بالسنترال نيربال سيستم يسمينا المرض مالونيل سيكلاروسيز صحيح واذا بالبروفير ايش سمينا المرض مثلا البروفير مثلا الجليان بار ديزيز تمام سويلي دي مالينياتينج ديزيز طبعا المشهورات اكو فيانت الادم ما اادم الى اخره ازيان نيرو مالينياتك اوتيك اوكي فلما يصر عندنا الديمالينيشن هذا تنطيني هنت تعلمنا بالنيورو الديمالينيشن يعني السيلز ما ماتت فان اذا عاليش تراح يطلع احرجع ما يصير باع من الديمالينيشن تمام زيان بس هنا المشكلة ذات اخرنا عليهم جماعة الفيتامين بي 12 ممكن يصرعتهم باع من الديمالينيشن هنا منا Bureau يعمل الديمالينيشن smal adapt army بالتحديد النظام المرض عن بعض البعض البروبوليسيبشن التو بوانديسيبشن وبروفرال نيرب شي يساوي لي براستيزية عدنا الوبتك نيرب يساوي الفيجوال ابنورماليتي السرابرام شي يساوي لي قلنا يساوي لنا ديميشية مهم هذا وهاي ممكن ايضا من الارلي ساين فيترول ديفيشنس تمام فالموسكول مانفستيشن براستيزية أتاكسيا ليش؟ تشوفوا لما يكون فيتامين بي 12 يخصر نيرو يعني هساحنا فيتامين بي 12 نيرو يسمونه سب أكيوت كومبايند دي جنريشن سب أكيوت كومبايند دي جنريشن هذا الاختصاري فيه مني الاس يعني ش راح يضرب سباينو سريبلر تركت سنعرف السريبلر يعني بين السباين وبين السريبلم السريبلم مسؤول عن شنو عن البلانس مالتنا وكل فالش راح يساعد يصبح عنده أتاكسية يصبح عنده ريكاروند فولينج تمام؟ مزين السي شنو كورتيكو سباينو يعني راح يطلع كورتيكو سباينو فالتراكت واحنا عرفنا من محاضرات النيوروم اسمه كورتيكو يعني الكورتيكس للسباين كورتيكو سباينو فبالتالش راح يكون عندما يساعد شنو هذا عن الموتور يجيني بسانو سبتم اف ابر موتور نيورون هايبر رفلكسية هايبرت اي يعني انضرب عندي لتراكسة الدي هو الدورسم اللي نقصد به الدورسم الدورسم اللي قلنا ال البوزيشنال سينساندو بوينت سيكيمينايشن تمام؟ وقلنا البروفرال والسيروبرام تمام الزيال هس راح نجيهم واحد واحد قلنا نشوف البوكس التفاق عن البوكسات اللي تخص الديفيدسون كلش حلوات ومهمات هس احنا راح نحش كميغاؤو بلاستي كأنيمي ميغاؤو يعني هي كأنيمي اتفاق نحنا بالأنيمي يصير مليعي يصير يصير تاكيكارديا يصير شورتنسوفو بريث مو تمام؟ وبعد بالاضافة للسينات اذلاخ مليج اوكي بريثلس اوكي تاكيكارديا اوكي صور ماث ويت لاص لماذا يصير عليهم امبوتنس؟ من النيولوجيكال ممكن يصيرنا اوتونومك نيورو بارتي يصير عليهم امبوتنس شوفوا البرازات التزيجية بوار ميموري برسنالي تشانجز بيجوال ديستيربز ممكن هدواليش بيجوال بيجوال سيكياتر بيجوال ديمنشي تمام؟ والنسبة للسينات اوه بيجي نائس بيجينا تصير هيرت منسل عفوا وبياركسي ممكن يصير عليك الجميع بيجينسي بميجي نائس بميجي نائس بس اذا اجاني الكورتيكسبوال تجل الارئرام بميجي نائس ممكن لا يجيني هايبر رفلكسي زيان لان هو مراح يضربهم كلهم مرة واحدة يعني بس هاي البرزنتيشن مالاتهم احنا نعرف انه من نهجة كبرزنتيشن مو كل العالم ستجيب كل البرزنتيشن اقول لي يجي كذا كل يجي كذا كذا فهي خليني انه شنو عني عندي اخلي ببريد فرينشيال دياغنوسيس وهي صصمي شنو ممكن هدا عندك كذا عندك كذا زيان بسان فلاش الهسر بيقول لك مثلا البرستيزيا هو ثمانين بالمئة يعني خلي افكر بالبرستيزيا اكثر ما افكر هادش عندي عند مثلا Spinal Cordesion او مثلا Corticospinal Tract تمام فهي النسب هاي مهمة Gloves Under Stalking Barastesia اللي هي اهم واحدة جيدا Sub-Acute Combined Degeneration يعني اللي قلنا حلو هذا الاختصار الاس والس والد اللي هو مثل البosterior Column مثل عنشن ال Vibration Braboreception البosterior Sense اللي هو Two Point Discrimination الى اخر السربرم قلنا دي منشي Optic Atrophy وقلنا نكون شنو Autonomic Neurobathy فالهس سببش اجاني بImpotence وعرفنا ليش عرفنا انو ماذا يحول المثايل مالونيال الى سكسنايل الكوائي فالمثايل مالونيال اذا يجمع عندي سوي دي وقلنا نكون مالونيال الى اختصار تمام نسترجى كواحد وواحد فيتامين B12 absorbtion شوفوا هسا شباب خلي اختصرها الكم ازيان هاي اكتبوها اياي افضل حتى نختصر كل هذا الكلام شوفوا انا اش عندي عندي اكل هذا الاكل بيتامين B12 شنو الاكل اللي بيتامين الميت بيتامين اكلت لما اكلت قاني القاصرك بيئت مالتي اصدق الوالكالاين اصدق فاول شيء ساني اكلت اخذت الفود هذا الفود يحتوي يحتوي على فيتامين B12 طبيعت بالاسدق ميديا اصدق ميديا هنا حيطلع للفود بيتامين بيتامين هنا من يطلع اذا بقى واحدة سينهضم بالاسدت العالية فقبل ما ينهضم سيرتبط ببروتين يسمونه الر بروتين هذا حتى يحميه تمام؟ حلو هذا الر بروتين شنو الشغلين؟ طبعا هنا لما نفرز اله والاسدت عالية نعرف ان البرائي تلسل حتى نفرز النافت شيء يسمونه الر بروتين انترانسنج فاكتر نحن نعرف ان يرتبط بالانترانسنج فاكتر شو اسميته الر بروتين صبركم عليها هسا ارتبط بالر بروتين وان راح يروح راح يروح للدودينم تمام؟ للدودينم لما نروح للدودينم اهناك بالدودينم شنو اكوبه؟ راح يجيني البيل وراح تجيني البنكرياتيك سيكريشن هذا من الاسدك له الكلين؟ الكلين تمام؟ فحيتحول الميذية من اسدك الى الكلين الشغل مالة الار بروتين هسا هادا احتاجه؟ بلو ما احتاجه؟ لانه هادا شغله انه يحمل من الاسدتي مالة الستومك تمام؟ تمام هسا الميذية ساعة الكلين ساعة ثمانية البيتش بالثمانية هنه اللي راح يجمنوا ما لاتنا الانترنسنج فاكتار زيان؟ فاكتار اوكي حيرتبط بيوان يودي؟ يودي للإيليم التيرمنال إيليم تمام؟ بالتيرمنال إيليم ايش راح يصير؟ راح يرتبط وفد شيء او الترانسبورتر شنو هاد الترانسبورتر يسموه؟ الترانس ترانس كبالاماين ما هو يسمونه كبالاماين الويتام بي 12؟ فإذا مختصران اكلت الاكل اجدت الاسدتي اخذت الويتام بي 12 من الاكل اجفت شيء اسمعار بروتين تشلب بي حموة من هذه الاسدتي ودائلنا للدودينام بعدني بالفرارس ساكيند بيوان ما سيحدث عندي؟ سأجل بين الكريلاتيكسكريشن والبيل سالت ما سيحدث؟ سيحولها الالكالاين ميديا اللي هو قلنا البي اتش مالتش سيكون ثمانية تمام؟ الالكالاين هنا سيؤخر الاربروتين خلاص يشغل ما تيجي بين انترنسنك فاكتر انترنسنك فاكتر يجلب بي ياخذ ياخذ وين يودي؟ للترمينال إليام تمام؟ وين الترمينال إليام؟ اوكي هنا راح نجي للترمينال إليام نفس الحاجة اللي هتشيته مكتوب بالترمينال إليام الشرح يصير بي اكتفلي ترانسبورتد بي انتيروسايد اللي بلازمة عن طريق ترانس كابول أمين وين يفرز ترانس كابول أمين؟ روتين يفرز من الليفر تمام؟ كلش زيان كلش زيان زيان هاي اللي حتشناها احنا هسا كلها لو نصفنلها شوي ما راح اقدراني اطلع الباو في وجل اللي يسوي بيتمين بيتمال ديفيشنسي؟ ابسط شي قلنا واحد يأكل واحد ما يأكل ما يأكل؟ دايتر ديفيشنسي بس هناك فاتشغلة الداتر الديفيشنسي ليست مثل الآيرن نام ولا مثل الفوليت لبعث طويل كلجججججججججر يقدر يتحمل كونبليت ديفيشنسي يعني الفود ماتي ولا قطرة ديفيشنسي يقدر يتحمل لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ثلاث سنوات بدون أكل؟ بدون أكل بدون ديفيشنسي يلا يبدى شنو عندي الديفيشنسي وهذا أمين باتششنسي؟ لا يوجد أكل ميت أو أغز أو أغز أو ملوك ولكن في الوصف الخاصة أفريقيا من أفريقيا يسرعدهم المجاعل هؤلاء يسرعد تمام؟ تمام أما الفوليت ديفيشنسي لا، الفوليت ديفيشنسي بس شوية أنت ما تطاقل بشي بفوليت خلص صار عندك ديفيشنسي والحلو أنه بسرعة يرجع للنورمال يعني ما يأخذ باكل وقت الطويل وراح يشوف بالمراجمت تمام؟ زيان هيا واحد اثنين قلنا هنا يحتاج الأسيدي حتى أوخر الفاتمين بـ 12 من الفوت هيا الأسيدي ما عندي مثلا واحد يستخدم بي بي آي لمدة طويلة واحد يستخدم غاستروكتمي واحد يستخدم غاستروكتمي واحد يستخدم غاستروكتمي رح تطلع لي مثلا أو واحد عنده مثلا مشكلة بالبرايتل سيار تطلع لا وقلت بنفس الوقت يحتاج الانترانسينج فاكتر حتى يأخذ ورا ما نفسر عن الارب روتين يأخذي ودي للتامنة ما عندي انترانسينج فاكتر مثل وين ما عندي 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 مثل مثل برنيشياس أنيميا ويصرح ناخذها تمام؟ لا والله الأكل زيان والأسيديتي زيانة وفصلنا عن الفوت ووجه الارب روتين ارتبطي والانترانسينج نينفردس بس أنا عندي مثلا مشاكل بالسماوة بالبانكريات ويصرح حول الميديا اللي أحتاجها حتى أفصل عن الارب روتين والتوطبيل انترانسينج فاكتر ما أقدر وتما فعندي يعني بانكرياتيك اكزوكراين اه ابنرمالتي تمام؟ أو لا هذه نورمال وجه انترانسينج فاكتر وارتبط بي وين رح يودي للترمنال إيليم ترمنال إيليم عندي مثلا كرونس ديزيز عندي تيبي مسويلة ريسكشن ويوما إليايتس بي ما يشتول رح يصير ديفيشنج ما رح يصير لان الابزوربشن سايت مالتي بأبنرمالتي حلو حلو زيان هذا نورمال الليبر بي ديزيز وما عندي ترانسكابولامان شان هين ينقل اللي بلازم سهل ومسهل نفس ما تعلمني بالآيران أنا بس أعرف الشي الرئيسي النورمال فيزيولوجيا مالتي واني اللي أطلع الباثولوجيا وراح نجي دايتري أبنرمالتي انطيدات غاسروكتومي بارشال غاسروكتومي رح ننطيهم سبلومنت كل ثلاثة شراء وكل سنة حسب غاسروكتومي كل ثلاثة شراء لازم نطيهم سبلومنت انجكشن وغير بارشال كل سنة زيان هذا عند برنيشاس أنيمي لا هذا التريتمت ما حتى يختلف وعند تيرمينال إليام ريسيكشن أو كرونس لا هذا حتى يختلف لازم ننطي دائما مدى الحياة انجكشن برنيشاس كذلك فهمتوا؟ فهي هاي الفكرة مانتها جيد زيان اكو بعض ملاحظة هنا حتى ما انساها البالسالت ممكن يحتوي على فيتومين بي 12 فممكن يصير به ري أبزوربشن إذا قرأتوها يعني بهاي المنطقة اللي هسا احنا حتى نبي بهاي المنطقة هتلكوها اوكي زيان 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 كلش زيان المنطقة الضيان من الأسع مال أبزوربشن سابر فينز فنحن نحتاج شنو؟ سيفير مال أبزوربشن أو ديفيشنسي ستوب وكواكل؟ يلا ورا فترة يبين عندي تمام؟ سيئا بلد لفل وفيتامين بي 12 القبل أمين أو بروبايت ريزونابل يعني يعني بس أفحص الفيتامين بي 12 تمام؟ من أفحصه؟ خلاص أنه هذا ديفيشنسي يعني ناسي دياغنوستيك ديفيشنسي نحن تتوقفون بكثير من البلد فممكن يكون تتوقفون بكثير من البلد مثل شنو؟ مثلا امياجرمات مثل المالونيك اسد ليا لأن الفيتامين بي 12 يحاول إلى السكسينيوكو إي فإذا عندي ديفيشنسي فهذا ما سيصير به؟ راح يصعد وهذا في وين يصير؟ فقط بالفيتامين بي 12 شنو يعني قصدك؟ شوفوا الهول ترانس كوالامين ممكن نفحصه والبلازما هوموسيستين البلازما هوموسيستين هم راح يسعد لماذا يسعد؟ لأنه قلنا نحن راح نجيب الاسيانش الأمان وعسل اللي سميناه مثيونين نحاوله الى نجيبه منيا نجيبه من الهوموسيستين منه يحاوله الفيتامين ب12 والفولايت اذا ثويت بس البلازما هوموسيستين ما راح يقول لي؟ ممكن يقول لهذا ميجالبلاستيك عنيمي بس هل هو فولايت ديفيشينسي لفيتامين ب12 ماهو اثنين هوم يسوون الهوموسيستين الى مثيونين فما اقدر افرق بس ممكن الميثايل مالونيك اسيد اذا فحصته والقاه عالي راح اقول لهذا فيتامين ب12 اذا ما لقيته عالقيته نورمال اذا هذا شنو؟ فولايت ديفيشينسي تمام تمام هاي اشياء نظرية يعني ممكن يجيبه الكيس يسير كياكاورا بس احنا لا احنا احنا كده نسوى CBC ونفحص الفولايت بالRBC ونفحص اوكي بس هاي اشياء نظرية اشياء تريكي يعني بالكيسات تجي كذال يمتح المتحان معادلة الاخرية ممكن تفيده مونتح المتحان معادلة الاخرية مونتح اوكي بس اوكي نحن نضيفه منتح المتحان يعني اذا نفحص الكابولامان بل بلد دياقنوستيك نحن نعرفه كبالا من فال النورمال بريغنانسي و هاي نعرفها والاهم من عنده منه الماس كامون كوز منه؟ البريغنانسي والماس كامون كوز والكبالا من كذاك نعرفه انه يقل بالبريغنانسي الرفرانس رانيج راح يختلف بين اللابراتوريز اوكي بلوم مية وخمسين ار كامون باللاست رايميستاش قد يكون خمسة را عشرة بالمية من عدهم بلوج قد بلول مية ممكن نلقاه بعد شنو لقياني انه الفيتامين بي 12 فاليو اكر ان ومين يوزن يعني لو فيتامين بي 12 اللي تستخدم كونتراسيبشن واللي عدهم مايلومة نياش نينشافه البارابروتين انترفير ويا السي مالت يعني من اجاي يسوي فيتامين بي 12 هذي يتعارض وياه فهم انه ممكن نلقاه ناسي من اللي عندهم ملتبل مايلومة هبتستخدم كونتراسيبشن هس نجي الكوزز كونتراسيبشن 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 من عمر العشرة سنوات للاثمانين يصيب وقلنا وهي تحتاج مدة طويلة واحد غاسترق باثولوجي احنا مو قلنا من 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 هؤلاء فهذا يجب أن نعطي وليس فقط أيرون وليس فقط أيرون والفوليت ويجب أن نعطي فهذا كل ثلاثة أشهر يجب أن نعطي إذا بعد بورشال غاستروكتومي فقط 10-20% يصبح منعدهم يعني يصبح منعدهم في فيتامين بي 12 وهذا الأشغال نعطيهم كل سنة وليس كل ثلاثة أشهر تمام هذا كل ثلاثة أشهر وهذور شنو أنوال انجكشن زين من ضمن البارياتريك سيرجوري ومن ضمن البارياتريك سيرجوري يعني هو القاستروكتومي أوكي أوكي زين قلنا البرنيشاس أنيميا هو شنو؟ أوتو أنتيبادي حلو واتفاقنا نحن دائما من كل ما نقول شو ده واحد عند اوتو انتيبادي أدور عن اوتو انتيبادي مثل منو؟ تايرود، هاشموتو، غريبس، مثلا دي أنتايب وان، فيتلايكو، إلى آخر تمام هاذا شنو؟ هاذا راح يسوي قاستريك أتروف ميوكوزل أتروف يعني كوز مال ماليجنسي هيا ايه كمان نخليها ببالي إذا ما عنده انترنسيق فكترة شان راح ينتقل كبوله ما ينتقل؟ ماكو تمام؟ إذا ماكو انترنسيق فكترة يعني إذا ماكو انترنسيق فكترة نقيم الواحد بالمية الأبزوب شم؟ طبعا هدا راح يصير عنده انترنسيق زيان إش قد يصير أربعين سنة والبيك ماتنا وأنا هل ستين سنة؟ زيان مار كاموان انديفجول وثيان جنان الانشي موتو، فيرو دايتزيز، كريفز ديزيز، كريفز ديزيز، فتلاييقو، أديسون ديزيز، خيبو درينالي ميوكوزل، أو أشارة بذلك اللي عندهم فاميلي هستري وغالبا سيكون دولة الغربي يعني يكون أبيض، شعر أشقر، العيون ملونه، هادولة يكون لديهم كبيراً بيتلايقوت، برنيشة، أنيميا نجدهم ببارن هذا يقولون بالهيستري مرات يقولون ان شخص لديه كيات كيات طولة فهي ليس لديها اعتباطاً لا، الفكرة من اجل أن افكر مثلاً إذا كانت نيمو ثوراكس يقولك واحد طويل وضعيف وصدن اونسات هيا تفكر من شنو؟ بنيمو ثوراكس نفس الفكرة الفائن ديكو مالتنا شنو؟ أنو Ambientrinsic Factor Antibody لما عدق عندي Ambientrinsic Factor Antibody خلاص هيا نائة Diagnosis اكو فات شي ثاني يسمونه Ambientrinsic Factor Antibody يكون دائجنوستيك من برنيشة. بزا اعرف عندي Ambientrinsic Antibody Ambientrinsic Factor Antibody كالحين تكفيني تمام اكو anti-barital cell antibody هاي بتسعين بالمية تطلع بس اكو عشرين بالمية من الفيميال اللي هما normal female عمرهم فوق الستين ممكن اعدهم فاذا واحد طلعلي negative anti-barital cell انو هذا ما عند برنيشاس anemia بس اذا طلعلي positive هذا مو بالضرورة انو عدهم برنيشاس anemia ليش؟ لان اكو عشرين بالمية عدهم وهو normal فليش الهس بقين الanti-entrinsic factor antibody هو diagnostic وما احتاج اني for the investigation تمام زيان اكفل شي يسمونه الشلنج تيست شنو هذي الشلنج تيست انو بكل بساطة انا انطي radiolabeled vitamin b1 واخلي ياخدها الpatient شو قد ياخدها قبل انطي انترنسيك فكتور اوكي اخلي ياخدها واشوف الabsorption هو radiolabeled فبا واحد الabsorption وهي صار الabsorption وكله صار بيكسيكريشن من الجسم هيا واحد وراح اش اسوي انطي انترنسيك فكتور وانطي هذا ال radiolabeled فراح اشوف انه صار بيه absorption فاذا شنو المشكلة وين؟ بالانترنسيك فكتور ليش ما اكو انترنسيك فكتور لانو عدنا برنيشاس anemia بس هيا بعد ما احد يسويه ليش الavailability of antibody investigation وسهولة ما لا تريش عن انطي ريد وياخد وياخد ويودي وتعال سوي هاسه بعدين اشعه ولازم اشوف الاكسيكريشن الاخري فالافضل شنو بات انترنسيك فكتور انتهي الوضع بس لازم نعرفه الشنو كتور يعني شنو فاذا اجب السؤال بالمسكيوات هاذا هوا المواس سينسيتف هادا specific سوري مواس سبيسيتك هادا داسة بيقول diagnostic الانتي بارايتو الاشتبال الشالين تاست له الانترنسيك فكتور الانترنسيك فكتور الانتي بارايتو تمام؟ صح ما هو الخطوط بيه؟ مشكلة بالتيرمنال اليم كرونس ريسكشن تي بي بي تمام؟ زياد بانكرياتك في سوكراين انسافيشونسي قلنا اوكي اللي هو ما راح يخلي الارو بروتين ينفذل عن الفيتامين بي حتى يمطي مجال للإنترنسكو فاكتر ياخذه ويودي الارو بروتين ينفذل عن الفيتامين بي يعني هذا ما راح يخلي الارو بروتين سنوات ترى فيتامين بي لا يعني كل شيء ديه بس ممكن يكون كوز انفلماتري ديزيز اندى تيرمنال اليم مثلا كرونس ديزيز ما ييمبارد الابزوربشن يسمى الابزوربشن مثل ما اتفقنا تمام؟ بعد من يصر عندهم الموتولتي ديسوردر او هايبوغاما غلوبولي نيميا هدوه يصوى موتولتي ديسوردر او هايبوغاما الموتولتي ديسورو الأيبوغاما هدوه يصاعدن بكتريا الاباري abs يقع تاكل البيتامين بيدا تمام؟ هذا الشيء يصير عندهم يساعدهم فيتنين بي 12 ديفيشينسي وإذا فحصت الفوليت ممكن شلقه نعمل أو أصلا عالي لماذا عالي؟ لأن البكتيريا هذي تفريز الفوليت تمام فهي همينا يفدي كلو أو تفدي تريكي تخلينا أفرق هيا بكتيري عبر غروث الكوزينو فيتنين بي 12 ناسي بس هاي فوليت تمام فوريك أسد حلو تخلص الفيش بحرق الضداء بالتفريق بي 12 ديفيشينسي هادي همية مهمية كلج زين هسا خلصنا الفيتمين بي 12 عرفنا الابزوبشين ما تشلون وعرفنا الديفيشينسي ما تشلون تمام؟ الانفستيقايشن أعتقد أنا تفريده أي هاي الانفستيقايشن أنا تفريده همزي أن تذكرت قبل لا أطب بالفوليت احننا اتفقنا شنة احسنا احساوي CBC ما سترى في ال registіль pre men хотите رأي الهيم Oxytol Khan عالي لناصي ليش اناصي رهم أن أنيرjer другие النوان هناك تجول يقال للأعلى أنيردي ربما سوف التجول احسس bell سي transferring ماذا боль p astrobenia white bMy فبالتالي شنو علقان كل الناصات هاي كله بالCBC مجرد فحصت الCBC بعد شنو عندي الروتيك كاونت عيلي وناصج قلنا نحن قلنا ناصي الروتيك كاونت بس وراء التريتمنت ممكن يلقاه عالي كل الزين بعد شنو ممكن قلنا الLDH ممكن عالي البلوروبين ممكن عالي اكوهي مالسة بداخل البون مرؤ الفريتين اذا فحصت وما يحتاج نفحص لنا الفريتين بس وراء الروتيك حلقا عالي الفريتين متمام كل الزين سهل ومسهلة سهلة بعد شنو احنا قلنا CBC وراء على الهيموغلوبين وراء على الام سي فيي من وراء سوى بلوت فيلم بلوت فيلم اش راح نشوف قلنا راح نشوف اوبل ماكروسايتوسيس وراح نشوف بويكيروسايتو يعني اكو ابنرمالاتي بالحجامات والاشكال وراح نشوف اهم شي نوتروفيل هايبر سيجمنتد يعني شوف نوتروفيل هايبر سيجمنتد وماكروسايتك حيب كل بساطة يعني هاي حتى بالاطفال مثلان يجيبوها سلايدات بالميدلسين يجيبلك بلوت فيلم ويجيبلك اشخص بس انت تباوع اكو هايبر سيجمنتد قبل هايش تقول ميجا ولا ظل تدور منا منا تمام كل بساطة فهس نرجع للفولايت الفولايت الفولايت ابزوربشن الفولايت اسهل من البايتم بي 12 كل بساطة عني ش عندي عندي فود راح اخذ الفود من هو الفود اللي بي فولايت ياهوة الادنة البروكلي الموز الرقية والانيمول البروتين البروكيدنية الاخر بس هنه شنو احتاج لانه الدفشنسي بسرعة يصير اخذت الفود لازم يتحول من المونوغلوتاميت سوري يتحول من البوليغلوتاميت الى مونوغلوتاميت تمام؟ اذا سورو بابزوربشن بالانتستانو قونتيجيز هاي مهمة يصور بابزوربشن يدخل يتحول من البوليغلومون الى مونوغلوتاميت يتحول من المونوغلوتاميت الى شنو هذا чو مجموحه بالابر اسموه بالبولية هذه المونوغلوتاميت اتحول الى شنو؟ يتحول الى فتش اسمه تيترا هايدرو فوليك اسود تيترا هايدرو فوليك أسد تمام من يحاول هذا؟ يحاول فالشي اسمه داي هايدرو فوليت ردوكتيز تمام؟ داي هايدرو فوليت داي هايدرو فوليت ردوكتيز تمام؟ تمام ليش هاي أحكيهن؟ لأنه راح نروح البرتال سيستم وخلص ليش أحكيه هذي؟ لأنه راح نشوف أدوية معينة تشتغل على كل منطقة من المناطق اللي ذكرناها فبالتال شو هيصن عندي؟ هيصن عندي ديفيشينسي تمام؟ تمام هاستن نرجع لها ازيان فقلنا راح تحول الى مونوكلوتاميت في الأبر small intestine and actively transported لبلازما بلازما فوليت is loosely bound لبلازما بروتين مثل البومين غير حتى إنقلازين is an enterohibatic and there is an enterohibatic serocreation مثل أخو total body store folate are small and deficiency can occur in matter of weeks فبصر عايصر عندي ديفيشينسي هو مثل دوك 3 سنوات أكثر لا ها بصر عايصر عندي وليش لأن store level ماته هو أصلا قل وليش لأنه الفوليت ديفيشينسي the causes and diagnostic features of folate راح نشوفه بالبوكس 25 34 35 على نفس الحج المكتوبة هنانا راح نشوفه 35 34 34 34 زيان الـ causes of folate deficiency مش قدي مثلا الدايت عندي الدايت واحد ما يأكل واحنا قلنا أصلا store مالت هو قليل وانه ما يأكل رأسا يصر عنده من الصفحين Malle absorption Celiac disease small bowel surgery مثلا bariatric surgery وواحد كذلك عنده крونز قبل крونز صح وموص صح مواص نحن مواص واحد فبالطال هدا كل شيء يسوي حينما لدينا مثلا المال absorbent disease من بكتيريا عبدا بس شنو قلنا لأ البكتيريا العبدا يسوي يسوي الفوليت عالي فقط البيتين بي 12 يصير الناس مثلا مثلا يصير فوري الدفشينسي تمام زياد مثل وين لما نحتاج يعني نحتاج بسرعة الخلايا تتكون مثل وين بالهيموليسيس ونشوف جماعة الثالثين يصير فوري الدفشينسي بالبريغنانسي هنعرف اصلا قبل لوحده يصير بريغنانسي وتبقى تأخذ فوريك اسيد للشهر الرابع الخامس تبقى تأخذ هذا السبليمان تمام مهم وخاصة من هي اللي هي مولتي بارتي اللي هي عدها مولتيبل بريغنانسي اللي يصير عدها هاي براميسيسي غرابي دانم هاي كلها ان يكريز الريسك فوريك اسيد دفشينسي عدنا لدراكس مثلا عد الفينيتون تتكرونش قلنا احنا عدنا فتشيش سمينا انتستانال كونجيجيز هذا حتى يسوي هذا الفينيتون هو انتيابيليبتيك راشي يسوي الهيوشن تمام تمام زياد عندي بعثنا الكنتراسابتف بيلز هما نتأثر على الابزوربشن مات عندي مثلا الترايميثوبريم الترايميثوبريم يشتغل على اليمن حتى يتحول من المونوغلوتاميت للتترا هيدروفوليك اسيد هذا الترايميثوبريم ما يخليه يتحول بعد مثلا الميثوتروكسيت الالكوهول السلفاثالازين كل هن حسنا 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 هنا حتى ينطرح الفوليك اسيد ينطعم الانتيروساتي يروح للبورتال الميتوتروكسيت لا يخلي السلفاثالازين لا يخلي الالكوهول لا يخلي فإذا كل هن من الهيستري أعرفهن تستخدم أدوية هل انت عندك إبليبسي هل تستخدم فنيتون كونتراسابتف عندك تأخذ انتبايتك هل عندك مثلا مثلا اللي هو ممكن بحد ذاته أو التريتمنت ماتين مثل تركسيت السلفاثالزين هل انت الالكوهوليك هاي الالكوهوليزم يسوي مشاكل وين بالبنكرياس وبالبنكرياتيك اكسوكراين بس لنا موكولوج حيبين بس الكوهوليك بحد ذاته ما يخلي الفوليك اسيد يطلع من الانتيروسايت ان من البورتالين هاي شوات لازم أخليهن ببالي زي اوكي هو نفس الحج اللي مكتوب هنا تمام فما راح نعيده هاي عرفنا انا شو لازم أسوي نسوي سي بي سي ألقى ميغالوبلاستيك نفس اللي حتينا فوق هو ميغالوبلاستيك خاص به بس هنا شو راح نسوي راح أعرف انا شنو الفوليت لازم شنو الريد سيل فوليت وليس السيرم فوليت ليش لانه اذا واحد اكلفت شي بفوليت فالسيرم بسرعة حيرجع للنورمال فمو كل جدا يمطيب انه هذا الفوليت بيديفشينس ينومبي انسان حيرجع للنورمال بس من اول اكلة اول اكلة بها بفوليك اسيد هواية فوليت لا يطلعي نورمال بس اللوس ينطيني هنت انه التشو التشو بيلو ما بي اوكي فاذا لقيت لوريس الفوليت هذا انديكيت شنو انه عنده برولوند فوليت ديفيشينسي وكذا رجلنا نفس اللي مكتوب هنا شوفو يقولك السيرم فوليت نعتمد على السيرم نعتمد على منه نعتمد على السيرم الريد سيرم فوليت لاني يطبيني اكورت منيجمنت او ميجرمنت للفوليت تمام هسا عدنا منيجمنت ميجالبلاستيك اني اذا اجاني شخص ذري تمام وعنده سيفير ميجالبلاستيك اني هذا ما افكر هذا فاتين بيتويل فوليت لا ابدأ العلاجات اثنين هن قبل ليطلع للنتاج فاتين بيتويل وفوليت ما لعلاقه لازم ابدأ زيان التريتمين يجب ان تكون باستخدام فوليت وفيتامين شي يقولك مثل ما حتنا بالبداية مقفقة الفيتامين بيتويل اذا فوليت اصدق فوليت فالفيتامين بيتويل سيكون بسرعة النيورجيكال ستكون اكثر واضحة بالمناسبة السيبتمز فالفوليت من السير تطلع بسرعة مقفقة الفيتامين بيتويل تتعخر إذا تطلع وخاصة نورولوجيكا تمام؟ هاي هم النقطة زيان اتفقنا بكل الأنيه انجاينة هارت فييلر سيربروفاسكولار البرفوجين راح يقل هنا شاء الزمنطين ترانس فيوجين بس هنا اكثر النقطة شي يقول؟ الكارديوفاسكولار سيستم شي يسوي؟ يسوي ادابتيشن للميغالوبلاستيك انيه موعدة ميغالوبلاستوسيس فيتعود الهارت او الكارديوفاسكولار سيستم بشكل عام على هذه اللي دايجي على هاي الميغالوبلاستوسيس فلما اسوياني ترانس فيوجين شحيصر عندي فيوليوم اوبلوض فراح اطبب بشنون؟ اطبب بسيفير هارت فييلر راح طبب بدي كومبنسيتد هارت فييلر فلازم شنو اسوي هنا هاي كومبنسيشن عن سيفير كاردياك فييلر فبهاي السيركمستانس لازم شنو اسوي اسوي اكسجينج ترانس فيوجين أو سلو ادميستريشن شنو يعني اكسجينج اسحب وانطي اسلو يعني اجقد واحد يونت اف رد سيل وث دايوريتك كبار مايبي قبن حتي يصر عدنه فوليوم اوبلوض زين عبش كل عام كمي قابل هسا نجي يوم واحد واحد كفيتام بي 12 ديفيشنسي اتريتد بار راح امطي هادوكسي كبار امين ان كيسس اف مال ابزوربشن راح ابدي بالف ماكروغرام سيكس دوزز خلال يومين الى ثلاثة سيكس دوزز خلال يومين الى ثلاثة وراها مينتنس المينتنس كذلك الف ماكروغرام كل ثلاثة اشهور فول لايف اس روكماندد انا بريزنس اف نورولجيكال اتريتك اتريتك الدوزز شا يصير الف ماكروغرام الانترنتيب ديز بين يوم ويوم الحد مايصر عندي كومبيت امبروفمت تمام انتل اتريتك 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 مو بس خلال يومين اثلاث لا ابقى انطى انايرا نقوم علي ابدا اتريتك اتريتك الارتيكيلو سايت كاونت سيكون بين الففث والتنث دي بين الففث والتنث دي يعني مثل ما تفقنا كنا راح يرجع عن نورمال ماتراشن دفلوبمنت وهو هايبر سيليلر راح يصير عندي بعدين شنو اكيد راح يرجع هيموغلوبين راح يزيد مثل الايرن بلضبط عشرة جرام الكلتر خلال ويك الكل ويك عفوا نفس الان على طين يصير نورماليزاتي مروا الغheit والتنث داخل بلضبط أين راح يصير استهلاك فالبوتاسيوم حيستهلك والايرن كذلك حيستهلك رابط دائ lite ماذا؟ إنه لا راح يقوم وجدتي حدث نورماليزاتي فاقام يصني عن ار بي سيحول هنا راح يروح ثم يصير عندي ايرن تفايينسى عني هنا ؟ نعم هايصر عند ايرن تفايينسى فش ويصير عندي ارى؟ شوفو أقول لك إذا المساعدة الأنية ليست تحضر يعني ما صار عند المساعدة الأنية وأن المساعدة الأنية صار ديمورفية يعني شو ديمورفية؟ يعني بي ميكروسيتيك أو ميكروسيتيك سيل فأنا أشرف أفكراني أن هذا الشخص ما ديت التريتمينت وما لدي التريتمينت صحيح فالهسه بقام يستهلك الأيرون فصار عندي أيرون ديفيشن سيانين فاش لازم شعوضة؟ عوضة أيرون ثرابية بالأضافة للباتين بيتوالغ ثرابية تمام؟ زيان هنا عدنا المشكلة بالسنسور النيوروباثي حتى تحتاج وقت سيكس تو تويلف مونت توكوركت زيان ممكن يصير بيرمننت دميج إذا تأخذنا على تمام سهلا فوليت ديفيشنسي إذا وعنده فوليك أسيد ديفيشنسي شو راح أسوي؟ أورال فوليك أسيد 5 ميلي جرام ديلي لمدة 3 أسابيع حلو وراها شنو المنتيننس؟ خمسة ميلي جرام كل أسبوع ترابي يعني هسا خمسة ميلي جرام يومية لمدة 3 أسابيع وراها شنو؟ كل أسبوع خمسة ميلي جرام وبروفيلاكتك فوليك أسيدين اتفقنا هاي مية بالمية ليش؟ لأن اذا صار عدهم ترابيشنسي ويا حامل يصير عدهم نيورال تيوب ومشاكل ومشاكل اللي عدهم كروني كيماتولوجيكال ليش؟ لأن هالدماند هيزيد قلنا جماعة السيكولسول جماعة الثراثيمي فلازم أنطيهم أكفاد معلومة وخليها بالكتاب القديم هنا محذوفة شو تقول هاي المعلومة؟ تقول الناس اللي عدهم هاي رسك كروني أرتري ديزيز هاي رسك سيربروفاسكولار شو يسوي نطولهم بروفيلاكسيس فوليك أسيد زيان ليش؟ احنا مو قلنا ان الفوليك أسيد هيحول هوموسيستين الى ميثيونين اوكي وهذا عملي ساوديان افتهمناها جدخلة بالقراني الأرتري هنا اكو الهوموسيستين لما يكون هاي لفول شي يسوي؟ يسوي دامج لما يسوي لها دامج راح يزايد راح يزايد راح يزايد وبحظة نفس الهوموسيستين يزايد الرائت ثرمبوسيس ثلاثتاش حيسوي بالنهاية حيسوي 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 تمام؟ بس يعني اكو ناس او جهة معينة قالت لا انه اذا الهوموسيستين كان بالنورمال وكذا وما عنده فولي فما يحتاج ننطي اكو جهة قالت لا حيسو ننطي كبروفيلاقسس حتى اقل الرزق يعني هاي معلومة ممكن دا احد يسألكم عنها كانت موجودة بالكترابطة بس هنا ان شاءت فحبيت اذكرها وخلصت محاضرة الميغالوبلاسيك أنيميا ان شاء الله تكون المحاضرة واضحة ان شاء الله تستفادوا من عندهم بالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا ومع السلام شكرا